بعض الحكماء اكتب بالخوه رسالة واحد حكيم شا يقول فيها يقول اما بعد شو الناصيحة كديرا يا اخي فقد اصبح بنا من نعم الله ما لا نحصيه قال له يو ديران كل يوم من الصبح في نعم منطقوس نعدوها مع كثرة ما نعصيه احنا نعصوه فيه هو يزيدنا في النعم هذا يسموه الاستدراج كتشوف روح وقول ما تعصي ربي يزيد نستك هذا يسموه الاستدراج ره يدلي فيك سنستدرجهم من حيث لا يعلامون واملي لهم يعني نبدلهم الحبل نطول لهم الحياة ان عذابي شديد قال له فقد اصبح بنا من نعم الله ما لا نخصيه مع كثرة ما نعصيه فما ندري ايهما نشكر قال له اوشان نشكره اجميل ما ظهر ام قبيح ما ستر قال له نشكره ربي على المحاسن التاعني اللي ره نبينها للناس ولا نشكره والناس غلطين فينا ولا نشكره على المساوي الى ساترها قال ربي سبحانه عز وجل يظهر محاسن العبد ويستر مساوئه